هتبدأ بقى تعمل لنا وحدة كده حلوة من إحنا ريحناهم دلوقتي صح كده طمام هتعملها النابقى يا حدة انت على حضوذك عايزيح هتعمل لبوغشا نعمل البوغشا أنا موفقة خلاص أنا هساقلك اللبن طيب بسم الله الرحمن الرحيم قول لي بس أنت عايز لبن قدي بسم الله مش كتير برضك يعني كده شوي هل حد الفطير؟ كده حل؟ طمام اقدي كوبية لبن مثلاً؟ هلي كوبية كتير او عمد أقل؟ أقل بكثير طيب ماشي أنا هدفي لك شوية عم أنا بحبها كده سادة ولبن وسكر بس بتدرم وإنت كمان حاضر المصورين بقولي وأنا والله ماشي أيوة بقى اسمها بوغشا في بيتحطت لها كريمة مش عايزين كريمة ماشي بنتشاور بس ما شاء الله أخذت بقى وقت تقديق عبال ما عادت تعمل الفطير كده بقى بحول بالضبط قاعدت تلات شهر حد متعلمت ما شاء الله بس أنا هس بقى وهاكل بها دلوتي ولو سمحتوا يعني ما تبصوا ليش بها هتحاولوا أرجوكو يا فندم تنتو تنورونا يا فندم دعلى رأسنا أحسن إخراج يعني أحلى ناس في الكنترول بتشيل بقى انت الأحرف دي عشان ما تبقاش بقى عشان ما تبقاش لما تستوي وتتعظم شوفوا يعني حاجات بسيطة بس جميلة تسلم إيدك في ساعات بقى انت بتحليها كريمة أو كاستر كاستر أو كريمة في راس البار ايه راس البار دي قولينا على طول بسرعة دي مكسرات ببارة عن كريمة ومكسرات كريمة بيضة مكسرات بالضبط وبتديها بقى من فوق السمنة دي بقى هي السمنة وعسل وسكر سمنة وعسل نوع السمنة بقى ما تقول لنا يا أحمد نجيب سمنة من حس الطعم الحلو ده هي يعني سمنة البلدي سمنة البلدي البيضة دي بالضبط صح؟ وبعدين دي هبقى طايم ماشي دخنا الفرن طبعا طورا يا أحمد الحاني نحصل لنا جوعت جدا يا النهار أبيض عارفين بقى طب هسألك سؤال انت وانت تعمل الفطير ما بتجوعش؟ نا خلاص هتعودت عليه انا بقى لي سألتوا السؤال ده لان انا ما بقى في طبخ ما بجوعش خالص بحس ان انا مش قادر أكل فأنا قلت أشوف هل دي حالة صحية ولا ده ايه فقلت أسأل أحمد كده شوف يعني في ناس كده يعني انا بقى دروقتي هستنطع بالأكل عشان هو اللي عامل الفطير فأنا هاكله من ايده صح كده؟ معرفش رأكل حاجة من ايدي يا خارج بس من حاول يلا بقى ولينا اللعب بسم الله لازم الأول الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انه في لعب كتير جدا ما شاء الله بركنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نفرد بقى بص هو بيتكي ازاي بقى بالمردنة المرحلة دي مرحلة مهمة قبل ما يفرد الفطير قوي طب انا لو في البيت بقى يا أحمد ويعني امكانياتي على قد افردها ازاي بقى اعمل طريقة سهلة اللي هي مثلا عادية خالص اللي هي نفس المقدير ونفس كل حاجة بس الفكرة بقى نسيب العاجدني رايح خالص يعني ممكن في عاجلة مريحة ننتظر افرده اهوية كده بصوا بقى طريقة دي في البيت طريقة سهلة لحضراتكو لو انتم طبعا احنا مش يعني زي محلات الفطير بس طبعا احمد بيقولينا طريقة بسيطة وجميلة احنا كده شفنا احمد ومتقلق اللبن غلي قولي بقى بصوب اللبن ده مغلي عليها بقى ولا ايه اللبن ده بمفروض نسيبه ايه ده بس صديقتين انا سيبه لك اوليه ناخد بقى احنا بالنسبة لنا العجينة طب نسيبها تراحنا ايه نص ساعة مثلا انا بسيبها ساعة بلقيها حلوة اوه احنا حسب درجة الحرارة بتاعت البيت لو في الصيف بسيبها كده ساعة بتبقى على الرخيمة بره ممتازة صح طب لو في الشتاء تاخد وقت اطوب تاخد وقت اطول اوه فهمتك اوي تمام اه اه بنفرد بقى ونتاكة على الحروف عشان ما تبقاش بخينة الحروف ايوه ونبدأ بقى طيب لو انا عايز احتفز بها في الفريزر ينفع يحمد يعني يوم او يومين يوم او يومين في الفريزر بس او انت ممكن مثلا تجيبوا حركة الرفعة دي اوه هاتفضل مثلا تحاول تجيبوا شوية لحد ما تجبروا في ايه ايوه فشدها كده تمام انت ممكن تيجي تجربة ايه اوه او ما شاء الله ايوه بدأت بقى ايه بدأت ما شاء الله ايوه بدأت ماشاء الله ايوه تتهوى كده شوية اوه تتهوى كده عشان انتو بقى ايه عندكوش مثلا فكرة ترفعوا العجين ايه ولو في حاجة جاد كده بنروح لكمانها اوه يعني في بعض كده تمام وتقفل عليها صعر تمام اه تمام امتي بقى تهوية كده نهوي بقى لحد ما انتتعلم ازاي المتهوية ازاي المتهوية هي جماعة او احمد يقول لما تريح هشوف لك انا في الفورن حالة ممكن نقلبها بس نقلبها نقلب طлю stones ять ثالث stem 我不 camped اسم اوه شكرا ازين انتتباه تفرد نفخ اوه شي ا CNicker نقلب prosec Ö انتعلم ايدك وانتعلم انتعلم 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 نتعلم الخيط النار الفورن خفيفة وفورن صوالوا connais وفرن عادي، صح كده؟ تمان طب اللي معنجه الشوية تشتغل مع الفرن يشغل فرن ومروحه وبعدين يبقى يديها اللون من فوق؟ اوه يشغل المروح على طول لحد ما تستوي لحد ما تستوي، ماشي نبدأ بقى نعملين بقى حشو وحلو بالفراخ نعمل لك فطيرة نعملين بقى بالفراخ عندك سجوء كمان زي ما انت تحب شايفين الجمال؟ تسلم ايدك والله يا حبي ما بتاخدش وقت كتير بصراحة وجميلة